بسم الله الرحمن الرحيم رائية الخاقاني في القراء وحسن الأداء المشهورة بالخاقانية من نظم الإمام أبي مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقاني المتوفى سنة ثلاثمائة وخمس وعشرين بصوتي يحيى الغوثاني المقدمة أقول مقالا معجبا لأولي الحجري ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبري أعلم في القول اتلاوة عائذا بمولاي من شر المباهات والفخر وأسأله عوني على ما نويته وحفظي في ديني إلى منتهى عمري وأسأله عني التجاوز في غد فما زال ذا عفو جميل وذا غفري حسن الأداء والقراءة أيا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجري فما كل من يتلو الكتاب يقيمه وما كل من في الناس يقرئهم مقري وإن لنا أحذى القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستري وإن لنا أحذى القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستري ذكر القراءة سنة ذكر القراءة السبعة فللسبعة القراءة حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتري لإقرائهم قرآن ربهم الوتري فبالحرمين بن كثير ونافع وبالبصرة بن للعلاء أبو عمري وبالشام عبد الله وهو بن عامر وعاصم الكوفي وهو أبو بكري وحمزة أيضا والكسائي بعده أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعري مراتب التلاوة فذو الحذق معطل للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدري وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكري وإما حدرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسري ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدريه من لم يكن منكم يدري ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالذخري فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري وأبياتها خمسون بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثري تنظم بيتا بعد بيت على الإثري وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا إعراب آياته الزهري ومن يقمي القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهري ألعلم أخي أن الفصاحة زينت تلاوة تال أدمن الدرس للذكر إذا مات للتالي أرق لسانه وأذهب بالإدمان عنه أذى الصدري أهمية حفظ القرآن ومعرفة اللحم فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحم فيه إذا يجري فكن عارفا باللحم كيما تزيله وما للذي لا يعرف اللحم من عذري وإن أنت حققت القراءة فاحذر الزيادة فيها واسأل العون ذا القهري زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البري وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد ألا تزيد على عشر أحكام الإظهار والإدغام والإخفاء فبين إذا ما ينبغي أن تبينه وأدغم وأخفي الحرف في غير ما عسري وإن الذي تخفيه ليس بمدغم وبينهما فرق ففرقه باليسري الحروف السواكن والمتحركة وقل إن تسكين الحروف لجزمها وتحريكها للرفع والنصب والجري فحرك وسك وقطع انتارة وصل ومك وميز بين مدك والقصري المد وما المد إلا في ثلاثة أحرف تسمى حروفا لي نباح بها ذكري هي الألف المعروف فيها سكونها ويا أن وواو تسكنان معا فدري ويا أن وواو يسكنان معا فدري وخفف وثقل واشدد الفك عامدا ولا تفرطا في فتحك الحرف والكسري وما كان مهموزا فكن هامزا له ولا تهمزا ما كان لحنا لدى النبري وإن يكو قبل الياء والواو فتحة وبعدهما همز همزت على قدري تنبيهات على بعض الحروف المفردة ورقق بيان الراء واللام ينذرب لسانك حتى تنظم القول كالدري وأنعم بيان العين والهاء كلما درست وكن في الدرس معتدل الأمر وقف عند إتمام الكلام موافقا لمصحفنا المتلو في البر والبحري ولا تدغمن الميم إن جئت بعدها بحرف سواها وقبل العلم بالشكر وضمك قبل الواو كم مشبعا له كما أشبعوا إياك نعبد في المر المد اللازم وإن حرف لين كان من قبل مدغم كآخر ما في الحمد فامدده واستجري مددت لأن الساكنين تلاقيا فصارا كتحريك كذا قال ذو الخدري الإظهار وأسمي حروفا ستة لتخصها بإظهار نون قبلها أبد الدهري فحاء وخاء ثم هاء وهمزة وعين وغين ليس قولي بالنكر فهذه حروف الحلق يخفى بيانها فدونك بينها ولا تعصيا أمري ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خيل لدى سورة الحشر وإظهارك التنوين فهو قياسها فقسف عليها فزت بالكاعب البكري الخاتمة وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغ التعلم بالصبر فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر أجابك فيها ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصري رائية الخاقاني في القراء وحسن الأداء المشهورة بالخاقانية بصوتي يحيى الغوثاني يحيى الغوثاني